النهاردة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم بتعود مرة أخرى إلى الأضواء من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر الهيئة العامة للإستعلامات ليحدد المستشار لاشين إبراهيم وهيئته المؤكرة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المصري إمتى؟ يوم السبت 11 يوليو حتى يوم السبت 18 يوليو إسبوع فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ بمقر المحاكم الابتدائية إمتى؟ يوم 11 النهاردة كام؟ النهاردة أربعة النهاردة أربعة يا إبراهيم النهاردة أربعة يبقى إن شاء الله يوم السبت القادم زي النهاردة هيفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لمدة أسبوع تنتهي يوم 18 يوليو الشهر الجاري بعدها إيئة؟ يوم الحد يوم الأحد ويوم الاثنين الموافقيني 9 و 10 أغسطس على التوالي سيكون تصويت المصريين المقيمين بالخارج وده بيتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية يبقى اللجنة العليا أو الهيئة الوطنية الانتخابات أعلنت اليوم هذه التواريخ يوم السبت القادم 11 ليوم 18 فاتح باب الترشح الشهر الجاي يوم 19 يعني بعد شهر تقريبا بعد شهر من فاتح باب الترشح سيكون تصويت المصريين المقيمين في الخارج يوم 19 والانتخابات في جولتها الأولى في مصر في الداخل يوم الثلاثاء والأربعاء والأربعاء 11 و 12 أغسطس على التوالي لتعلن النتيجة النهائية يوم 16 سبتمبر يكون عندنا مجلس شيوخ مصري ليكتمل الشكل التشريعي بغرفتين غرفة أولى وغرفة ثانية الغرفة الأولى هي مجلس النواب والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ ينعقد إن شاء الله تعلن نتيجة انتخاباته يوم 16 سبتمبر 16 تسعة هيكون عندي مجلس شيوخ ده خلاصته الإجراءات قلناها دلوقتي الناس اللي عايزين يترشحوا ويتقدموا للترشح من خلال الأليات القانونية سواء الأحزاب أو الاقتلافات أو ما شابه كل الناس المفروض يدخل لأنه البلد محتاجة كل واحد عنده فكرة كل واحد عنده نوع من الرغبة في المساهمة بقول دعوة عاجلة وزاعقة وصارخة إلى كل أبناء الشعب المصر إن من يرى في نفسه الأهلية السياسية والقدرة على العطاء الحقيقي للعمل التشريعي في الغرفة الثانية للتشريع اللي هو مجلس الشيوخ مجلس الحكماء مجلس هؤلاء الذين يعني عركوا الحياة ولديهم خبرات عريضة يقدمونها كنصائح يقدمونها كمشروعات يراجعوا القوانين ويحاولوا أنهم يرتقوا بالعمل العام فليتقدم فورا للترشح يقوم السبت القادم لكي يدرج اسمه في المرشحين لانتخابات مجلس الشورى ده بالنسبة لمن؟ ده بالنسبة للمرشحين الراغبين أما بالنسبة للناخب المصر الناخب المصري والأجنة العليا أو الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تقوم بمدنا بالأرقام ومن الناخبين ومن له حق التصويت المصر لاشين إبراهيم أوضح أنه إحنا بنعمل انتخابات في ظل جائحة كورونا ومن ثم عملنا إيه؟ رجعنا كل دول العالم اللي عندها اللي حصل فيها انتخابات مماثلة في هذا التوقيت لسه من كم يوم كان فيه التصويت على تعديل الدستور في روسيا عندي حاجات كتير جدا بنشوف إيه الموضوع؟ ترجمة نانسي قنقر